اشتركوا في القناة اللهم انك عفوا ان تحب العفو فاعفوا عننا اخواتي اخوتي في مثل هذا اليوم كنا نحتفل بتحرير مدينة طرابلس في مثل هذا اليوم من رمضان في عام 2011 قبل 12 عاما كنا نحتفل بحرير طرابلس وكانت التكبيرات تعلو مآد مساجد طرابلس وانطلقت هب الطرابلس العظيمة لتخليص العاصمة من نظام فرعون وأتباعه ضح فيها الشهداء وقدم فيها شبابنا أرواحهم نسأل الله أن يتقبلهم برحمته كثيرون الذين خرجوا من بيوتهم لنصرة أهل طرابلس ولنصرة فبراير وللقضاء على الطاغية في مثل هذه الساعات استشهد طارق الحراري رحمة الله عليه في مثل هذه الساعات استشهد الكثير من شباب طرابلس في مثل هذه الساعات انطلقت سرايا الثوار من الجبل ومن الزاوية وما جورها ومن مصرات عن طريق البحر وعن طريق البر نزلوا أفواجا أفواجا لنجدة عروس البحر ولتخليصها من قبضة فرعون الذي جثم على صدرها وصدر الوطن لمدة 42 سنة نحيي هذه الليلة تلك الساعات وننحني خاشعين لهيبة تلك اللحظات واحتراما لتلك الدماء وتقديرا لأولئك الرجال ساعات لا يمكن أن ننساها وندكر تفاصيلها باللحظة كأنها البارحة ساعات انطفض فيها من انطفض لله عز وجل باغيا رضوانة انطفض شباب طرابلس في كل الأحياء وسندوهم إخوانهم من الداخلين إلى طرابلس مكبرين ومهللين وفبراير في تلك اللحظات كانت نقية صافية وبالتالي عندما نستذكرها فإن نستذكر النقاء ونستذكر الصفاء ونستذكر الإخلاص لله عز وجل ونستذكر حب ليبيا وحب طرابلس ونستذكر رغبتنا في الحرية وحبنا للحرية ونستذكر تضحيات إن نساها البعض فلن ننساها وإن نكرها البعض فلن ننكرها وإن عول الكثير على أن يطوي شهدان النسيان فنقول لهم هيئات والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم هذه أولا والشهداء في قلوبنا سيظلون دائما وسنعلم أولادنا وأحفادنا سيرة أولئك المجاهدين والأبطال اللهم مرحم شهدانا اللهم مرحم شهدانا في هذه الليلة يا الله كنا نخوض معركة أخرى لا تقل أهمية عن معركة السلاح وهي معركة الإعلام والتي كما قال كبيرهم في الإعلام موسى إبراهيم إن المعركة 75% منها كانت إعلامية ولله المنة والفضل وفقنا الله عز وجل وما زلنا نذكر تلك اللحظات ويذكرها معنا الأحرار والشرفاء أما الحاسدون والذين في قلوبهم مرض يحاولون در الرماد في العيون وتشويه الشرفاء والانقضاض على لحظات التضحية التي اختلطت فيها الدماء بالدموع ولكن هيهات هيهات كتاب كتب في تاريخ الأمة وانتهى صدق فيه من صدق وكذب فيه من كذب كتب فيه الشجاع وكتب فيه المخلص وأيضا كتب فيه الجبان وكتب فيه المنافق كتب فيه من ثار حمية وجهوية وقبلية وكتب فيه من ثار من أجل الحرية مخلصا لله عز وجل وكتب فيه من جبن ومن ارتعد ومن لبس لباس النساء ودخل في وسط النساء ومن عر راصة وتقدم وقال لا ولن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن كتب فيه العلماء والمشايخ الأجلاء الذين تقدموا الصفوف وكتب فيه المجاهدون بالسلاح وكتب فيه السياسيون والنخب الذين حملوا على عاتقهم نجدة البلاد من ذلك الطاغي الغير مأسوف عليه وكتب فيه جيش من الإعلاميين صدق من صدق وخان من خان وباع من باع وتراجع من تراجع والله يعلم متقلبكم ومثواكم نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يثبت أجر المجاهدين المخلصين والعلماء والإعلاميين والسياسيين الذين ثاروا لله عز وجل ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يبيعوا الدماء ولم يبيعوا التضحيات ولم يتعلقوا بوهم السلطة ولم يسعوا وراء المادة ولم يسرقوا قوت الشعب ولم يتآمروا مع السفراء والمخابرات الأجنبية ليذلوا أبناء قومهم ليبيا ستضل بإذن الله وستبقى وسينتهي كل هؤلاء وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كأنها البارحة ليلة عشرين رمضان يوم عشرين رمضان من عام 2011 وها أنتم ترون من يسقط ومن يتراجع ومن تنازل ومن ثبت وما زال يجاهد ويناضل لتكون ليبيا دولة مسلمة حرة أبية يتمتع فيها الجميع بالحقوق كما يجب على الجاميع عداء الواجبات دولة يحكمها شرع الله دولة يحكمها شرع أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات ليكون للعالمين نبراسا ودليلا وحاكما يريد الكثير مننا أن نتنازل عن عقائدنا وعن ديننا وعن مستقبل أولادنا الذي ضحف في سبيله إخواننا وأصدقائنا وأحبابنا عرفنا من عرفنا ولم نلتقي الكثير ولكن حسبنا أن اللقاء سيكون على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الأزمات التي نعيشها الآن وفي إطار معركة الوعي أيها الشرفاء والشريفات أريد أن أذكركم لأنه قلت لكم برنامجنا برنامج معركة وعي والشعوب الوعية هي الوحيدة التي تستطيع أن تتجاوز أزماتها اليوم للأسف الاجتماع اللي في سبها اللي مدائر السيد باشاغة هو ومجموعة من الوزراء يظنون أنهم جايبين السيد من ودنة ولكن يكتبون أسماءهم بإرادتهم في مزبلة التاريخ كما كتب غيرهم بإرادتهم أسماءهم في مزبلة التاريخ واندحر أولئك وغابوا لكن بعد أن ضحكوا على البسطاء وبعد أن خدعوا البسطاء اليوم سنوريكم فيديوات أنا متأكد أن أغلبكم انساها لكن فقط علشان نقول لكم حكومة باشاغة هذه راهوا يا ما شايفين قبلها ويا ما حتشوفوا بعدها وما يعز بك في الزمان كان طولا جدران كان زي هذه المجموعة لمجتمعها في سبها يحسابوا ليبيا مزرعة لهم ولأولادهم جدران حتى هو من توار فبراير علشان ما يجيش حد يقول لا احنا من توار فبراير لكن في فبراير ليس تسك دخول الجنة جدران في الآلفين وطولطاش بعد التحرير بأقل من سنتين أو بالضبط سنتين أو مش نكونوا واضحين بعد يوم الهبة بسنتين وشهر ثمانية دار تناطن ودار ودار وبرقة وقليم برقة والحاكم بأمر الله والمكتب السياسي والحكومة التنفيذية وبدأ يخاطب في الوزيرة الامريكية ويخاطب في الوزيرة الامريكية من فوق ناقل اتنفط وكوبلر مجتمع به ومراسم وضربطه لكن وين جدران الآن جدران وين جدران يتمتع بملايينكم بعد ان وداكم في ستين دهية ما فيش حد يقول لي يقول لي وين هالكلام الكلام كله التاريخ ومش قلت لكم صوت وصورة لكن بالله من 2013 الى الآن تسع سنوات ينضحك عليكم مرة اخرى وما بين التسع سنوات داروا فيكم الصخيرات والجدران كان جزء منها يا لا اله الله وبعدين ما تعتبروش ما تعتبروش للأسف خليني نذكركم شوية بما سمي بذلك الوقت بالفيدرالية وغيرها وبعدين نرجع لكم ترى عطوني يا شباب الفيديو رقم عشرة أولا محافظة اجدابية وحدودها من سيدة عبد العاطي الى الوادي الحمر والوحات الى حدود الشاد ثانيا محافظة منغازي من مرتفعات توكرا الى سيدي عبد العاطي ثالثا محافظة جبل الاخضر منغوس الزعتر الى البكور رابعا محافظة لبرق منغوس الزعتر الى الحدود الليبية مع جمهورية مصر العربية هذا النظام هو في فترة انتقالية حتى نتمكن من كيفية تقديم الخدمات والسيدرة الاطرية على القليم ايضا هذه المحافظات سنصدر التوجيهات والتعليمات على كل محافظة تشكيل لجنة ازمة من عشر اشخاص هذه اللجنة مهمتها تقسيم المحافظة الى بلديات مما تراه مناسب والتشاور مع عيان المحافظة ووضع الخطة لمحافظتهم الى ان يتم تعيين المحافظة اما الخبر المنتظر وهو تكليف اعضاء المكتب السياسي بفضل الله وبعونه وبحمده توفقنا الى اختيار اعضاء المكتب السياسي وسنبدأ بعون الله بتلاوية الاسماء المكتب التنفيذي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم رسل والنبيين بعون الله وبفضله واستنادا الى اعلان راس لانوف بتاريخ 17-8-2013 وبناء على التكليف الصادر من السيد رئيس المكتب السياسي لقليم برقة بخصوص تشكيل المكتب التنفيذي لقليم برقة خلال فترة ثلاثة سبيع من تاريخ هذا التكليف واستنادا الى الدستور 1951 عليه نعلن عن تكليف السادة المذكورين ادناه كل حسب الملف الذي امامه اولا دكتور الشيخ العلامة عبد الحميد صالح يونس الجياش ملف الاوقاف وشون الاسلامية ثانيا السيد عبد المالك عيسى حمد يزوي ملف الثروات والموارد الطبيعية ثالثا السيد رياض انور شنيب ملف الاقتصاد والتجارة رابعا السيد لمين عطايا رافع المنفي ملف الصناعة والمعادل خامسا السيد جبريل رزق رزق الله العوامي ملف المالية والتخطيق سادسا السيد محمد المبروك بقعي جيس ملف التعليم العالي والبحث العلمي سابعا السيد محمد يوسف منصور فنوش ملف التربية والتعليم الاساسي ثامنا السيد فتح الله محمد لاهر الدرسي ملف شؤون الخدمة العامة تاسعا السيد فراج السفتي محمد عبد السلام ملف المواصلات والنقض رقم عشرة السيد عبد الحفيظ محمد بورقيعة ملف الزراعة ما أشبه الليلة بالبارحة من فيكم يذكر هذا الشخص ومن فيكم يذكر اسمه أنا حندري لكم مصابقة إذا فيكم من مازال يذكره أو يذكر اسمه هذا يوم في شهر عشر 2013 يعلن حكومة بالكامل بوزارها وبحقائبها الوزرية وطناطن وشفته والمايكات اللي قدامها ترحطوا لي الصورة التابتة تشوفوا ليبيا الأحرار والجزيرة والنبا والعاصمة وليبيا الحرة ولا شنس ما هذيك يعني اليوم فتحي باشاغة حتى هو نفس الشيء نفس الشيء لكن غير هو ما فيش لجزيرة ولا ليبيا الأحرار ولا فيه الحدث الحدث من دايرين أكثر من الميكروفون الحدث السعودي والحدث الليبي والحدث البرقاوي المهم فسبحان الله لكن من فيكم يذكره هذا بل بالعكس أنا متأكد أن الناس كلها تخزي فيه وتلعم فيه للأسف هذا حقا اللي قاعد يصير وهذا بعد سنتين بالضبط بعد سنتين هذا يوم يعني الإعلان اللي كان إعلان رأس لانوف اللي هو 17-8-2013 تخيلوا بعد سنتين من تحرير الكلام هذا يحدث للأسف الشديد لكن نحن ما نبوش نعتبره شفتوا هذا كالوقت رأي كانت حكومة وحدة ومؤتمر وطني والأمور ماشية لكن للأسف للأسف الشديد للأسف الشديد ما نعتبروش ما ناخدوش في الدروس هل تتوقعون أن هذا العمل كله بدون مباركة الدول الأجنبية تبدو وهمين هل تتوقعون أن سفراء الدول ومخابراتهم ما همش عاطين لدن لا نبدو غلطانين إذا فكرنا بذلك لكن هذا هو يعطوك علشان تخرب بلادك وعليشان تدير الحوسة وبعدين يسلوا سبينتك ويجيبوا غيرك وهكذا وهذا كل واحد هذه هي الحقيقة يعطوك يتركولك مجال تخرب بلادك يخربونا بيوتهم بأيديهم وبعدين يسلوا سبينتك ويشوفوا نموذج آخر يزيدوا يخربوا بيه لبلاد تراعطوني يا شباب الفيديو رقم 9 تعقيبا على تصريح سعادة السفيرة الأمريكية إلى طرابلس ديبرا جونس نصدر البيان التالي للمجلس السياسي لقليم برقة على احتبار أن السفيرة ديبرا جونس تمثل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الصديقة لليبيا ولقليم برقة منذ الاستقلال فإننا سننظر إلى التصريح الصادر عنها كتصريح صادر من صديق لليبيا ولقليم برقة على وجه الخصوص وتعقيبا على قيامنا ببيع النفط المنتج من باطن الأرض من باطن أرض قليم برقة عن طريق ميناء السدرة نبدأ من التأكيد على التزامنا بالقوانين الليبية وخاصة بقانون النفط الصادر عام 1958 والذي يمثل القانون الوحيد الذي صدر في إطار الشرعية والذي لا يقتصر ببيع النفط على طرابلس خاصة وأن مؤسس النفط التي كانت تقوم بذلك ليست تلك التي ينص قانون تأسيسها أن يكون مقرها في بنغازي كما نؤكد امتثالنا بالكامل للقانون الدولي وحفظنا لحقوق الشريك الأجنبي في الشحنات المصدقة رئيس دولة ريتوك كيف يتكلم رئيس دولة وبيانات والسفيرة الديبرة يقري بيقول نيبرة هو ديبورة زيما ديبورة جونس ويخاطب فيها و رئيس دولة رئيس دولة لا يمكن ما تفكرش وين الآن وين مئة وستين مليار دولار خسرت الميزانية الليبية وآثار هذا سيكون لأجيال على الدولة الليبية اثنين الأرواح اللي هي أغلى من المال كم من أرواح زهقت بسبب هذا المجنون هذا الشيء يقول عليه فمي تخيلوا الآن فتحي باشاغة يكرر نفس الشيء الرتوش هادي فكوكم منها الرتوش بس الجوهر نفس الشيء شن هو الجوهر عدم استقرار ليبيا انت أدالي عدم استقرار ليبيا غير كل واحد انت زايدين لموديفكات ريتوا السيارات والله ما لقيت مثل أجمل من هذا تول لما جي لتيوتا كورولا بما ان الشعوب الدولة الجنوب يحبوا التيوتا هلبا التيوتا كورولا لما جي تشوف التيوتا كورولا الـ 78 وتجي تشوف التيوتا كورولا لـ 2022 22 هايبر لكن تشوفها كل مرة يضيفوا ويحسنوا فيها هذا هو جدران بعد الصخيرات جيب السراج جيب على الضلة التنية دير كله في إطار عدم الاستقرار التيوتا 78 بعدين 80 بعدين التسعينات ضافوا لها ديروا لها أشبه شنية بدل المارشا فوق ديرها لوطاب هذا العادية ديرها اوتوماتيك الفودرات السيستم تاع العددات الانجيكشن اللي هي بزمان البومبوم تاع الفرين وأشبه شنية يركبولها في طريف بلاستيك صغيرة ذاك اللي تمر من خيل بوبينة ولا شنسمها المهم كل مرة والشكل الخارجي مرة يديرها خنفرة مرة يديرها المهم في الأخير نفس الشي حتى هادم نفس الشي مسلسل عدم استقرار ليبيا بديه مباشرة بعد التحرير شفتوها هادي بعد سنتين تخيلوا تخيلوا أنا مش عارف في فيديو تول المرات الجاية أنا عرضوه متاع البدين هذا وهو يخطب وكان ما هي يا سيدي انتم ديروا أحزاب وديروا مطالب ونمشوا للدستور ومالدستور بعدين الأحزاب والجمعيات يبدو يقدموا في مشاريع قوانين ويبدو تعال طول اقسم البلاد شوفوا الهبال اقسم البلاد دير فيدرالية دير كذا وارقاق المسالك والعملاء والجهلة والمتخلفين يركبوا هذه الموجة والآن انا اتحدى اي واحد من اللي مشوه خاصة اهلنا في برقة وفي المنطقة الشرقية يقولوا وين هذه الاسماء اللي سميناها وين جدران ولا يندروا عليه ولا يندر عليهم بغض النظر على التابعات بعدين خلافة وحفتر والقصة الحزينة هذه ما يهمنيش يعني لكن يعني يهمني حلقة في حلقات عدم استقرار ليبيا اليوم عنا حلقة شبيهة بها تماما لكن احنا ما نعتبروش وما ناخدوش في الدرس للأسف طبعا اللي يجيكم لا لا تلاعاد تلاعاد بشاغة سياسي ويفهمه حتى الجدران هذك الوقت سياسي ويفهم كيف ثلب ثلب برقة ولا ننسيتوه ولا ننسيتوه هذا المكتب السياسي وضربط رح يكلم فيه ديبراجونز وديبور يقصد عرفتوه واو بن جيكم عنه رح حطوا لي الفيديو رقم 11 يا شباب شوفوا العالم كيف يعامل فيه هذا هو ليس اللقاء الأول معه ولكن قمنا بمتابعة حديثنا السابقة شوفتوه هذا كوبلر المبعوث الأمين العام ورئيس هذا الضفضع هذا حاشا خلق الله اللهم أني صايم في العواشير آه وماشي ومداير ستيج لي هو وستيج يعني معامل لأنه رجل رئيس رئيس دولة رئيس دولة يعني ريته كيف العالم يضحك عليهم هاديهم اللي شن مشكلة جدران سلطة وفلوس رأى مشكلة جدران شرطة سلطة وفلوس لا برقة ولا يندرع لبرقة ولا تم برقة ولا وقسموا بالله العظيم هذا كل شعارات ودوا فاضي ونقسم عليها بالله وصادق في ليلة 21 ليل تويترا لأنني مش من المغفلين اللي يمشي عليها الترير يمتعه كذلك فتح بشاغة لا تقول لي ليبيا ولا هم ليبيا ولا حافظ قدور ولا علي القطراني ولا دم اللي يمجعمزين اليوم طالعين في صور مع بعضهم في قسما بالله العظيم في خاطرهم يقولوا إن شاء الله تخلى وتمبت فيها نخلة ما يهمهم إلا الفلوس والسلطة ونعرفوا بعضنا كويس يعني علي من الكذب يعني لأن لم يفوتوا فرصة لم يفوتوا فرصة للانقضاء على السلطة ولا لما كانوا في مناصب اللي ما يفضوش الخزينة مش كلاميني كلام ديوان المحاسبة بالله أنا باري منهم كلام ديوان المحاسبة ملا ملا والسلطة هاكم تشوفوا فيها مستعدين ندخلوها لبلاد في بعضها عادي جدا عادي ما هيش مشكلة بك ولن ينتهي هذا المسلسل رأوا لن ينتهي كانكم انتم يا ليبيين ما وقفتوش لبلادكم بروحكم وعرفتوا المخلصين والتفيتوا حول المخلصين والله لن ينتهي وإن لم تطردوا هذه الأشكال والله لن ينتهي هذا المسلسل واضحة جدا يعني لكن سبحان الله سبحان الله تسمعون لكل الدنيا لكن لا تسمعون للمخلصين ولا تسمعون لأهل الله ولا تسمعون اللي خبرتم سيرتهم واللي عرفتهم آه الحمد لله قاعدين نور فيكم وزال عندنا كم من الفيديوهات بس فقط عشان أقول لكم ما أشبه الليلة بالبارح هذا جدران حلقة وفتح باشاغة والقطراني اللي هو كان في حكومة الصخيرات واللي موقع قرارات نعرف أنا شايف بعيني إنه موقع قرارات لناس تخدم برا وهو لم يدخل ولم يشتغل مع السراج أقسم بالله موقع قرارات بعيني يعني مش شيء بقول لقال سبحان الله واليوم أنتم سبحان الله قاعدين في ناس يعني ما هيش ما تقول ما هيش فاهمة باش تبوا نديرو لكم فهذه الفيديوهات موجودة واوا نوروا فيكم يا راجل توصل لتجويع الشعب الليبي اللي قطع النفط آه وشفته جدران كيف سرق وحباع النفط شفتوه هذا يكلم في ديبورة جونز من مينارس لانوف وهو يبيع في النفط يبيع في النفط وفلوسة وين شبعوا هالبرقة بهم تلب برقة يعني نفس الشي اليوم نفس الشي يقطع عليكم النفط علشان يعاقبوكم بينما بالأمس لما سؤل باشاغة قالا لا النفط كيف كيف تخشوا النفط عيب ترعطوني الفيديو يا شباب رقم 6 حاولة وابتزاز في ورقة النفط ابتزاز يعني غير مبرر وابتزاز رخيص جدا وأعتقد أن مشكلة قفر النفط هي لن تمس المنطقة الغربية هي تمس كل الليبيين الضر سوف يعود على الليبيين وكما ذكرت يعود على مصالح بعض الدول اللي هي عندها شركات في ليبيا ولهذا لا أعتقد أن هي ورقة نافعة أو ورقة سوف تأتي بنتيجة ورقة النفط سواء أنه أفتاح النفط أو وإحنا كنا متعاودين النفط قفل سنة ونص يعني قابل يعني في قبل أربع سنوات طيب هذا كلام بشاغة مش كلاميني بالك تقولوا كلام بين السطور ولا كلام الشيخ المفتي ولا كلام لا 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 هذا كلامهم لكن اليوم طلعت ورقة النفط كويسة وقنينة وتندك في الخشم ترعطوني رقم 3 يا شباب مرتبات القوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي وبعض المؤسسات المدنية بالمنطقة الشرقية برقة بسم الله الرحمن الرحيم نحن نشطات الساحات وشباب بانغازي المساندين لقوات المسلحة العربية الليبية نعلن دعمنا الكامل لقواتنا المسلحة العربية الليبية وأجهزتنا الأمنية كالأمن الداخلي ونستهجن بكل قوة إقاف مرتباتهم والتضييق على أسرهم في مخطط تعامري من قبل المتهية ولياته المدعو عبد الحميد البيبا ونحمله قانونيا كل النتائج الإجرامية لأعمالهم غير مشروعة المعادية لطموح الشعب الليبي العظيم في العمن والآمان والسيادة الوطنية الليبية التي لا تتحقق إلا بقواتنا المسلحة العربية الليبية الباسلة وأجهزتها الأمنية الفاعلة عليه أولا ندعو بيان لجنة الخمسة العسكرية التابعة للقيادة العامة لقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر ثانيا ندين فيما يتعرض له جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية من تهميش من إيقاف مرتباته وعدم ترقية أعضاء عسوة بالأجهزة الأمنية الأخرى وعدم صرف أي ميزانيات له منذ تولي الحكومة المنتهية ولياته مهامها في محاولة لتركيعها تحت أجهزة جهاز الأمن الداخلي قرابلس في رئاسة الملشتياوي نطفي لحراري ثالثا ندين توقيف مرتبات بعض المؤسسات المدنية وعلي رأسها مفاوضية المجتمع المدني رابعا نساند كل تحرك شعبي ليبي في مناطق إنتاج النفط والغاز يوقف الإنتاج حتى يخرج المدعو أتبيبا ريتو نفس الشي جدران جري بيهم جري الهد الهد وفاتهم في الطويل بعدين جاهم حفترة ومقاعدين لليوم يسبحوا به ودر ضناهم في ستين داهية وجيبيهم لطرابلس موتوا عليه حدود طرابلس وروحوا يجرون أديالي الخيبة والهزيمة واجمع علي كانوا يدووا برقة من الطارة للطارة اليوم اللي هاد في سفارة ووزعوهم في السفارات ومعاش حد بان منهم ولطلع داروا الشوشرة وبرقة حقوق برقة علي الطلاق علي الكرانكيطي علي الواحد كلهم انتهوا نفس الشي جاعدين الحكومة فتح باشغة وضد حكومة الدبيبة وضد كده يتعطيهم الفلوس في شكاير وفي صرور عرفتي الصرق الصرفهم كيف ما يبوا يا اما بيديروا لك هالدوشة ويديروا لك نفس الشي نفس الشي نفس المسلسل قاعد يتكرر من بعد التحرير إلى هذه الساعة من بعد التحرير إلى هذه الساعة يعني سبحانه قاعدين يجروا بيهم نفس السيناريوهات لكن للأسف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغوا المؤمن من جحر واحد مرتين هديهم هم عالج ايده في نفس الجحر مش يمشي يولي له قاعد ايده لها عشر سنين في نفس الجحر وكل مرة تخش دابة من الجهة التانية تلدغى وتولي وهو ينبرط في نفس التنبريط قاعدين نفس الاخلاق ونفس المظاهرات ونفس البيانات سبحان الله تو كإنه فتح باشاغة تو اللي بيجي كإنه جايب لهم وبعدين يختفوا ويطلعوا مجموعة تانية تو هديهم تلقاهم عمرهم ما طلعوا في السابق يجوا مجموعة تانية للحكومة الجاية ويطلعونهم بنفس السريب نفس الشي نفس المسلسل سبحان الله ولكن لا يعتبرون عموما اللهم قد بلغت اللهم فشل هذه هي القصة ليبي يفهم هذه هي القصة في شكتر منها في هذه الأثناء الحقيقة كان يجب أن يخرج أبناء الشعب الليبي في رسالة واضحة إلى السفير الأمريكي وإلى استيفاني وليامز وإلى تلعبهم بالملفات الليبية وأنا أؤكد لكم أن قفل النفط ما عندهم مش مانع فيه وأن عدم الاستقرار ما فيش مانع حتى كان فيه شوية انفجارات وشوية قتل ما عندهم مش مانع فيه أنا نقولها لكم وهذه عقيدتي لأني عشتها لأني شفت كل شيء بعيني مش أنا توم نسمع الحمد لله لأنا طامعين في سلطة وكان أطامعين في السلطة رأنا توم مش قاعد ندوي في بين السطور لكن رسالتنا كبيرة لأن أوفياء للرجال اللي استشهدوا اللي سمعوا كلامنا في 2011 وطلعوا وأنا أحكي تلكم عن تلك الأم أم الشهيد اللي لما شفتني قتليني ولدي يوم عشرين زي اليوم هذا عشرين رمضان بعد ما طلعت وقعدت تتنادي في شباب طرابلس للخروج خرج ولم يعود استشهد سبحان الله بصلاني تقبلهم برحمته فعندما نتأكد أن دور السفراء وبعثتهم المتحدة المشبوه اللي يسوي الجلاد بالضحية وليسوي المعتدي بالمعتدى عليه ويسوي المجرم بالضحية بكل تأكيد لابد أن يخرج الرجال والنساء للوقوف في وجههم ولابد للعز بن عبد السلام إمام المالكية في هذا العصر أن يقول كلمته ويوجه رسالته لأنه نحسبه والله حسيبه من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه تعطوني كلمة الشيخ الصادق بالله للسفير الأمريكي الفيديو رقم سبعة للشباب التدخل يعني أصبح سافر وخصوصا السفير الأمريكي للأسف يعني خرج عن مهمته وعمله الدبلوماسي اللي هو يعني كل مكلف به تركه وصار كأنه وصي على ليبيا يعمل حكم حكم ويصايا ويتدخل في كل الشؤون ويوجه في السياسات وما يريده أن يكون يكون وما يتدخل في النفط ويجتمع بصنع الله ويتفاهمه إياه ويكون النفط معاش يدخل من الصليب المركزي ويجتمع مع الجماعة كلهم من أجل أن يعني يفشل مشروع الانتخابات اللي تريد الحكومة الوحضة الوطنية أن تجي يفتحون لنا أبوابا جديدة وهم الآن يضغطون لدخول حكومة حفتر أو يعني كامل الآن أكثر من شهرين وثلاثة مستمتون لا يزعون مستمتين يبغي دخلوها بأي صورة لأن الحكومة التي سوف يعني تمد حياتهم معانا عامين وثلاثة فترة انتقالية إلى أن يأتوا لنا بمديل وأقول لكم يعني حسب ما علمت أنه في حالة فشل يعني حكومة حفتر هذه الموازية في حالة فشل دخولها إلى ترابلس هم موتيين أيضا بلغ ما أخرى لغبا أخرى من ألعابهم يريدون أن ينصب علينا أحد القضاة لأن يتواصلون معه من مدينة مصراتة ويملون عليه إملاءاتهم من أجل أن يسلموه الحكم ويقول من أجل لأنه عنده قدرة ومحكمة وقانون وكذا وبحجة أنه يريد أن يجرى الانتخابات كله كذب وتلاعب ويريدون أن ينصبون أو حاكما يعني حاكما سامي يعني زي الوصاية تماما لا عاد محتجين لبرلمان ولا مجلس دولة ولا تلاعب ينصبون شخصا آخر قاضيا أو لغيره ويقول لأنت تولى حكم ليبيا وخلينا هذه المنازعات كلها لا نريد يعني حفظ الله مولانا الشيخ الصادق وفي هذه الليلة الوترية نسأل الله أن يمد في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجعله تاجا دائما فوق رؤوسنا يا رب بالله توشين مصلحة الشيخ الصادق لو بتفكر بالمنطق البراقماتي ما مصلحة الشيخ الصادق إنه يوجه الشعب بهذه الطريقة ويتكلم بهذه الطريقة ناقصة مشاكل طامع في سلطة طامع في حكم بنصب ولده سهيل حاكم شنو اللي عنده طمع فيه الشيخ الصادق ولكن هؤلاء هم العلماء الربانيين على مر التاريخ واجبهم هو توجيه الأمة ونصح الأمة وبالتالي كان يجب أن يخرج هذا الكلام ولكنكم لا تحبون الناصحين لازم يجيكم جدران والطبلولة وتصفقولة ولازم بعدين يجوكم الصخيرات تطبلولهم وتصفقولكم ويخلوكم بشملاتكم في الطوابير بعدين يجيكم ويجيكم ويجيكم وبعدين البرلمان المؤتمر الوطني بعد سنة واحدة بديته هو من قبل بعد شهرين طلعتوا عليه وقتحمتوا مقاراته وبعد سنتين يعني بعد سنة قلتوا لا للتمديد وبعد سنتين شنيتوا عليه حرب والبرلمان ليه تمانية سنين عافس على إرقابيكم بغلا ولا اقتحام واحد ما تعتبروش وللأسف ما زال جي تلقى وحدين تافهين ويظنوا نفسهم يفهموا المؤتمر والمؤتمر شيء بغدد اقسم بالله شيء دره الكبر والله العظيم الواحد يستحي لما يشوف الشيخ الصادق هذا اللي مخلينا قاعدين نطلع ونتكلمه لما نشوفوه فيها العمر وفيها السن وفي كده قاعد كل ربح يطلع ويوجه كل مناسبة ويحتسب لله عز وجل رغم التضييق ورغم دراه الكبد ورغم اللي لا يبيش لكن سبحان الله نصول الله يمتع بالصحة ونصول الله انكم تفهموا بس لكن الكلام اللي يقول بالك واحد مش عاجبا الشيخ الصادق بالك الشيخ الصادق عنده حساسية من الصالحين عنده حساسية ترعطوني شنجال وزير النفط خوده واحد بقرواطة فيديو تم التواصل فعلا مع البعض ويبدو ان هي خارج نطاقهم الحقيقة هذا من خلال التواصل المبدئي يبدو ان الامر تم خارج عن نطاقهم في تصريحاتي واوضحت ان حرس المنشآت النفطية اذا كان فعلا هم من سمح للمواطنين بالدخول الى المنشآت النفطية طبعا هذا قانونا خطأ لا يمكن السماح لأي حرس المنشآت النفطية بالدرجة الأولى مهمته منع اي واحد يدخل للمنشآت النفطية بدون تصريح هذا معالي وزير النفط محمد عون يكرر نفس الكلام قال لك العادة بعد المتحدة والسفراء حتى لو سكروا حقل صغير ينظر يتكلموا لكن واضح ان هذه المرة بالتنصيق نفس كلام الشيخ وهذا الوزير علشان تفهموا اللعبة بس علشان اللي يجي اللي بيقول لك هذه حكومة حكومة ليبية وحكومة ليبي ليبي ولا توافق ولا شين يسموها هذه واضحة جدا حكومة اللي غلبوا فيه بالسلاح في تنصيب حفتر وضنوتا يبوا بمراروه عن طريق باشاغة وحكومتا نقطة على السطر نقطة على السطر واضحة جدا وكل شيء مباح ولكن بإذن الله سيفشلون وسيذهب هؤلاء اللي مجتمعين في سبهة إلى مزبلة التاريخ بل إلى الدرك الأسفل في مزبلة التاريخ بحق هذه العشر الأواخر يا رب يا رب أجبر بخاطرنا يا رب لأن البلاد ضيعوها هؤلاء المجرمين كل عام اثنين مدائرين لنا فيهم كل عام اثنين مدائرين لنا فيهم الله لا تربحهم ولا تختم عليهم إن شاء الله الشباب يقولوا لي الوقت بدأ ينفد وحتى احنا صبرنا بدأ ينفد احنا تكلمنا وقلنا وسنتكلم وسنقول أن ما وقفنا تابتة في الدفاع عن الحرية وما وقفنا تابتة في رفض الوصاية وفي رفض التبعية وفي رفض الاستبداد وفي رفض العسكر وفي رفض هؤلاء السراق والنهاب وفي رفض هؤلاء الفاسدين اللي يبقوا يرجعون الاستبداد والدكتاتورية تحت شعارات رنانا ولكن في ذات الوقت نحن منبر حر وفي قناة تأبى أن تقر فساد وتقر ظلم الفترة الماضية عرضنا عليكم حالة لمواطن أنا لم ألتقي في حياتي اسمها ربيع الشريف عند ابني نسأل الله العظيم في هذه الليلة المباركة أن يشفيها وأن يعافيها ويعافي أولادنا وأولادكم خلقت من الله عز وجل منذ الولادة العضلة متاع تحكم في البول والبراز الإشارة اللي من الدماغ للعضلة هذه بحيات تشتغل مش موجودة والله غالب لبنية بدت تكبر والله غالب والرجل من الأحرار وليبي وخرج مسكين في فيديو وبنية وانا جاي حاول يعالجها بتبرعات أهل الخير نسأل الله أن يكون تقيه وقيع عليهم وعلى صغارهم ولما دار الفيديو لأخير ندال مهندس عبد الحميد دبيبة بارك الله وفيه مشكورا واستجاب ودال لقرار لعلاج بنتها طبعا القرار ما فيش لا تذاكر ولا ولا إقامة ولا شيء هو لفق من تركينتا وأهل الخير من واحد تكفل بالتذاكر واحد تكفل بمصاريف الفيزا واحد تكفل بعطاها شقة في اسطنبول للإقامة المهمة في الأخير وصل لإسطنبول اليوم يمشي للسفارة الليبية قالوا لا نعرفوك لا تعرفنا والورقة هذه ما نعرفوهاش ولا نعرفوه ولا عندك عندنا حاجة تخيلوا يتسلف ويتدين ويتلقى الصدقات علشان يعالج بنيتا اللي عنده كبد تخيلوا لو واحد عنده الله غالب الكبد يا أخواني الله غالب كلكم عندكم صغار وتعرفوا الكبد تخيلوا في الأخير يجي جماعة السفارة بكل برود أو القنصلية في اسطنبول بكل برود قالوا لا روح ومش هيكي وفوق منها يقولوا أني موقع لك الرسالة مطلوب للعدالة أنت شندخلك فيه لما وقع الرسالة ما هوش مطلوب للعدالة وتاني شندخلك فيه أنت مطلوب العدالة أنت جادك رسالة وتاريخها 21 ثلاثة 21 ثلاثة ما هوش مطلوب المهم وحنا في برنامجنا بقدر الإمكان بما يتوفر لنا من وقت سنساعد ونحن جنود لرفع الظلم عن الناس نستقبل معكم أخوتي أخواتي المشاهدين أخونا ربيع الشريف بسال خير ربيع بسال خير دكتور كيف حالك باهي صحة فطورك باهي الحمد الله يسلمك دكتور باهي الله وفعل ربيع بعد الفيديو جوك جمعت بعد الفيديو مشت لأمور وحصلت لا لا بالشوية غير بالشوية خلينا نقول أحكي لنا مشيت للمهندس عبد الحميد وبرك الله وفيه استقبلك ودار لقرار اللي هو عرضينا على الشاشة توا إن شاء الله هاي دكتور أحمد سالم مليطان أيها هاي هاي أحكي لنا كيف صار هاي اه وعطوني الرسالة وكيف أحكي لنا كيف استقبلك المهندس عبد الحميد يا راجل خيرك والله يستقبلوني وبرك الله فيه كان لقاء طيب على المهندس عبد الحميد لا الحمد لله Gateway نعم بارك الله فيه بالله بارك الله فيه بارك الله فيه عمران المونث المونث هذا هو لي استقبلك ولا منه هذا عمران المونث هو الاستضاف شينيكون هذا شينيكون عمران المونث والله هذا يسيب عبد الحميد الدبي ويخدم معه في المكتب أحكيட ان شاء الله في ميزان حسنات ان شاء الله يا ربي يجعل مفتاح للخير مغلاق للشر ان شاء الله يا رب ان شاء الله استقبلوني وعطوني الورقة عطوني الصوت في الستوديو يا شباب وعطوني الورقة وقالي الورقة هذه أمورها مية مية ووقحها الأستاذ أحمد مليطان مكتوبة عنه رأو مكتوبة عنه يعني واحد ماشي اللي شاري فيها رقم شاري وفيها بار كود وفيها الأمورها طيبة خلينا نقروها على الشعب الليبي وقفوها يا شباب انزلوا شوية خلينا نقروه اللي شاري متاحها 12274 السيد المحترم رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية السيد المحترم المراقب المالي بالسفارة الليبية تركيا تحية طيبة وبعد بالإشارة إلى الحالة الاستعجالية الطارية أو موافقة إدارة الشئ العلاجية والخاصة بحالة الحالات التي تحتاج لعلاج بالخارج عليه نحيل إليكم المريض المذكورة أدناه والذي يعاني من مشاكل صحية جنة ربيع فرج الشريف رقم جواز كذا رقم وطني جراحة عصاب عليه إجراءاتكم بشأن ضمه للعلاج على نفق الدولة الليبية وإفادتنا بالإجراءات الطبية المتخذة ما شاء الله رسالة حن وترن ما نقصها شيء تمام الرسالة رسمية مية في المية بقى خشيت بقى اليوم من قنصلية قالوا لي لا لا بقى بشوية ربيع بشوية كيف جيت أنت منين حصلت من التذاكر احكي خلي الليبيين يسمعوا وخلي المسؤولين اللي يخلصوا باليورو والي أمورهم في الواحد يسمعوا خلينا نوروا الحقيقة للشعب الليبي والله وقفوا معي أصدقاء ووقفوا معي أصحابي واحد دار لي التذاكر وواحد دار لي التشيره وواحدة طاني شقة قعدت فهى والحمد لله لأمور ماشية اليوم نصدمت بلي أمس وصلت أنت أمس وصلت وصلت ولامس الفجر أمس مشيت للقنصلية مشيت للقنصلية لقيتهم دايرين أفطار جماعي وما في شيء وما ياخدنوش جايبين نوبة جايبين نوبة وامورهم في السليم وما ياخدنوش ايه واليوم مشيت لهم تاني شيني زعمك يغن بنزلين نعسى الحبيب ولا ولا بن عيسى ايه وانت بقى وانت وبنيتك البنية شيني أنا ابنيتي توى حاليا في الشقة قاعدة بشكاغة البولة كويس ما تتحركش من إمكانها والنوبة تخبط ايوة بقى ايه مشيت اليوم وخشيت للقنصلية ومدت لهم الرسالة قالوا لي هذه الرسالة اللي مدائر هالك هادا هو عارف ان العلاج واقف المكتب الصحي سكروا ايه قلت هو الكلام هذا والله ايه ايه وقلوا لي هذه احنا العلاج ليه تمانية شهور واقف وما فيش ما عندناش منديرولك يعني كيف قلت لها باي توى كيف انديرها ايه يعني انا جاي قلت لها يعلم الله بحالي ايه ايه قال لي ما عندنا منديرولك احنا هني باي والناس اني نعرف اني نعرف اني شخصيا وزرناهم في المستشفى في ناس قاعد يتعالج توك على اي نفقة يعالجوا يا ربيع ما قلتولكش انا تحت الهواء لك لا ماذا لكن والله انا انا نعرف في هادي الساعة في هادي اللحظة في ناس تعالج انا توى حاليا قبل شوية تواصل معي حتى اللخ عمران المونت ايه ايه وقال لي فيه علاج وفيه كل شي ووركتك رسمية مية في المية وقال لي بإذن الله نشوفولك حل يعني معهم ايه هذا بارك الله فيك يا ربيع توى يا ليبيين اولا انا ايه يا ربيع لحظة انا ايه نعرفك يا ربيع شايفك قبل متلاقيني اياك لا لا دكتور لا لا عمري متلاقيني اياك ولا قريبي صديقي في الفيس بوك وخلاص وفي الفيس لانك مقاتل في البنيان وفي البركان ومن الدوار ومن الناس اللي دافعتوا على الشرف وعالعرض هادي العلاقة فيه علاقة كتر منك بيني وبينك لا مفيش علاقة وهذا الشرف لينا والحمد لله بارك الله وفيك ربي يحفظك وان شاء الله لباس على بنيتك هذا الحال يا مهندس عبد الحميد اللي في الدار ما يندري علي بره من الدار ايه اللي رسائل تطلع والناس يعلم الله كيف تسلفت ولا كيف ساست مش وصلت ومش عيب في سبيل ان الانسان يعالج بنيتا مش عيب وصل في الاخير اللي قاعدين موجودين في السفارة وانيه الان هم يسمعوا فيها ويعرفوا يديبوا يطقوا فيها يعرفوا كيف يطقوا فيها واللي يبي يتداخل معاي منهم يتداخل معاي لكن والله يا العظيم ما انا ساكدين علي ظلم اما انه واحد يجي واحد يقول له مطلوب للعدالة واحد شن دخلك انت انت بسرعة كلمة كلم المستشفيات تجي تعالج البنت اليوم الليلة ولا روح ضم شن تكو روح شن قاعد تخدم هنا من هو اللي يكلمك يا ربي عشن اسمها الموظف والله اسمها ما نعرف انا لما قلت له والله قلت له رسالة واخدها من السيد عبد الحميد البيبة شخصيا ايه قال لي اصلا هو اللي فلقنا عبد الحميد البيبة ايوا هكي قالت والله زيتوا بالاسلوب والله بالاسلوب هذا والله بالاسلوب هذا وهذا احمد امليطان قال لي هذا باعتك يستهتر بك ويضحك عليك لانه هو عارف ان العلاج واقف صار لي كيف الحل ما عندناش ليك حل لحميته الموظف اللي في القنصلية قالك اللي فلقنا عبد الحميد البيبة والله بالاسلوب هذا والله بالاسلوب هذا وغص بنتي بالاسلوب هذا بقى ايه قلت له بقى كيف الحل قال لي ما عندناش ليك حل يعني متوطن يا ربيع يا ربيع اه بالله بالله ما نقول لك عن ايه علي حاجة توق انت اكيد في جنبك جامع بالله برا ليمون الجامع اللي هو انتميحوش ربي بيت الله عز وجل وارفع يديك وادعي عليه لي قالك الكلام هذا وادعي والله بالاسلوب والله العظيم شي فتت الكبد يعني انسان يشوف بنيته تذبل والله يا جماعة انا يا ربيع طبعا ويسمع فيها توا واذا كان في كلمة خلوا على توا تسعة سنوات مشت للمدرسة فحياتها خمسة ايام بس لانها متحشمة في الحفاظ من الصغار والله اصفتاني فحياتها كلها مشت خمسة مرات للمدرسة ليش لانها لابسة شمال والصغار يضحكوا عليها ما تبيش تمشي متحشمة في الشمال لانها كبرت بديت تفهم وتعرف الله والله كيف الحل يعني شنين روح توا نير قال لي توكل روح ما عندنا ما نديرولك احنا توا طبعا احنا مش كاني نافعين صارة وجاي لجزيرة الفرناج ويقول لي برا روح يعني مولى سيارتي وروح ايه طبعا هو طبعا قصة المعاناة بتاعها احنا بنتي جايبة معاي بش كارتها من ترابلز والجايبة معاي وكت نقايمها في دية ما تقدرش حتى تمشي علي غزلاها المرة اللي فاتت كيف عالجت لما زرعولها الشريحة يا يا المرعيفات الزرعولة داروا لها زرع خلايا جدعية في مسحة كتير في الاسيوية اسطنبول الاسيوية ايه 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 ووقفوا معاي ناس ووقفوا معاي ناس ووولوا منتها يا دكتر بارك الله وفيك نا 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 نحنا سبب بس با ايه واحنا توا جايين انا جاي اول حاجة بنديرها نبي نشوف العملية الاولة ادي شن صار فاعلة ان البنت توا لا سنتين ما في شيء زاد عليها زاد الحوط للكلا زاد توسع البول بدي يخش لها الكلاوي اه طبعا اللي في السفارة اللي في القنصلية هادهم ما يحسوش لانا لانا ما نيش عارف هل عندهم صغار ما عندهم شاء الله واعلم لكن الاحساس والله يلي حتى البنت قاعد ما قلت لها لاني من بيش نصدمها قاعد بنضيق محاولات لا لا ما تقول لهاش ما تقول لهاش ان شاء الله انا الا جاي يا رحانه وحساسه نيتم يتلاقى موضوحها و وسبح اكتب بنية بدت تفهم يا ربيع تفهم لا تفهم كل شيء عاقلها الله يبارك لكن جسمها من لوتة من تحت البطن وانزل لوتة هاده تقول مش لها الله تقول مش لها يلا يا ربيع ان شاء الله قامس طلعتها بندورها خمسة خطوات ونقيم فيها خمسة خطوات دينا خلاص زاد عليها زاد عليها الوجاع وزاد عليها البولغ قالها عايكلاوي إن شاء الله ألف سلامة وربي بارك فيك يا ربيعو إن شاء الله لباس المشهد ما يحتاجش كلام ما نيش عارف هالناس عندها صغار ما عندهاش صغار ما تخافش إنها هذه ربي يبتليهم في صغارهم ما نيش عارف صراحة اللسان يعجز 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 يا أخي مش قدم مسؤولية ما تتولهاش مش قادر تخدم في القسم الطبي ولا شيء ما في اسطنبول روح يا راجل امشي يا راجل روح يا راجل روح يانا إن الكلمة طيبة صدقة راهو المريض اللي جاي ما هوش طالع اللي جاي في رمضان ومسيب رمضان وجاي كركر في بنيته بالحالة هذه راهو 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 يحتاج حتى من يطبطب عليه يا راجل سبحان الله عموما أنا الشباب يقولوا لي الوقت تم الرسالة واضحة جدا يا مهندس عبد الحميد الرسالة واضحة جدا يا وزارة الصحة الرسالة واضحة جدا يا أخونا السفير المحترم في تركيا أخونا مصطفى لقليب صديقنا مع أني ما تواصلتش معاه لكن نعرفه شخصية عظيمة جدا وطيبة وشخصية محترمة لأستاذ مصطفى لقليب هذه يا ساعة السفير الصورة أمامك واضحة الأحرار والشرفاء التوار هذا زميلكم ربيع الشريف ما أنا قلت لكم لا عمريش شفتها في حياتي لكن ما في حد بينكرى يا ليبيين في الأخير هادي بنيتكم وهذا الوضع أنا الحقيقة مش عارف هل ندعو إلى حمل التبرع لجنة ربيع الشريف علشان نعالجوها ولا نقعد وننبو ولا المهندس عبد الحميد بيدي يتخذ لنا قرارات في اللي قال لما فالقنا اللي عبد الحميد تبيبة والرسالة مرفوضة والله الكلمات تهرب مني لأنني نعرف الكلام اللي منقولها حسبي الله ونعم الوكيل لكن خلينا نأجلوا الكلام الحلقة هادي وعندنا منقوله في حلقة الاثنين بإذن الله تصبع لي خير ترجمة نانسي قنقر